يا مساء الفل على حضراتكم ومن صالة تحرير اليوم السابع وزي ما عودناكم كل التقارير والأخبار الرياضية هنا في تلفزيون اليوم السابع تقرير اللي معانا عن الأهل والزمالك طبعا النهاردة الساعة 6 منتخب مصر وكاب فردي ومباراة هامة في التصفيات على الرغم من أنها طبعا يعني هي هامة بالنسبة لنا عشان نشوف منتخب مصر ولكن هي بالوراء والعلم هي أكيد تحصل حصل بعد ضمان تأهل منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب في النسخة الجديدة هل نقول لكم أنه التقارير معانا أهلي وزمالك وماذا يجري داخل القلعتين وداخل يعني أبناء النادي الأهلي وأبناء نادي الزمالك كل واحد فيهم بيستعد وبيغني على ليلة زي ما بنقول ولكن استعدادات من نوع خاص وسويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي يعني أعد قياسات وزن للعيبة قبل انطلاق أول ميران للمارد الأحمر باستاد مختار التتش وده يكون استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بعد انتهاء الراحة الطويلة اللي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة زدة التي أقيمت الخميس قبل الماضي بالجولة الثانية من بطولة الدوري وفاس فيها النادي الأهلي بهدف نظيف ويكلف أجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بعض لعبي الفريق الذين لاه يشاركون باستمرار بأداء تدريبات بدنية في فترة الأجازة واللي طبعا حصل عليها اللاعبين في الوقت الراهن قبل طبعا عودة التدريبات الليلة وبعد أجهزة أسبوع فكل هذه الأمور لها أكيد مردود كبير داخل نادي الأهلي الأوزان والأكل والاكل يعني ما يخص الأمر بدنين أكيد مش هيكون بعيد أبدا على مردوده في الملعب هليني أقولكم أنه طبعا ضمن البرنامج المعد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بشكل قوي لمبارات الاتحاد السكندري وأرغب كولر في رفع كفاءة بودلاء الأهلي البدنية زي ما قلت لحضراتكم بالزبط وأداء برنامج بدنية تم توزيعه على اللاعبين من قبل أندرياس أندويا مخطط الأحمال من أجل استعادة جزء من اليقة البدنية قبل عودة التدريبات واللي هتشهد تركيز على الجانب أو الارتقاء بالجانب البدني ورفع الأحمال للعبين يواجه نادي الأهلي نظيره للاتحاد في الثامنة من مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري ويأمل الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة وأن الأهلي افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 وثم فاز على زاد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر في الحفاظ على لقبه المفضل مستغلا الحالة المعنوية الجيدة للعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس انتر كونتيننتل وحصد لقب بطل القارات الثلاث أسيا وأفريقيا والمحيط الهادي وتقام بطولة الدوري طبعا كلينا نفكركم أنه بطولة الدوري تقام من دور واحد فقط دون نظام الزهاب والإياب على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من واحد إلى تسعة على لقب بينما تتنافس الفرق الأخرى أو التسعة الأخرى على الهبوط حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين بينما يصعد ثلاث أندية إلى الدوري الممتاز ويخوط كل فريق خليبا لكم حيكل ده بنتكلم على نظام الدوري الجديد نفكركم تاني بنظام الدوري الجديد يخوط كل فريق حوالي 25 مباراة بدلا من 34 وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقدل نروح بقى من القلعة الحمراء للقلعة البيضاء وموقف أحمد مصطفى زيزو نجم النادي الزمالك ومن حيث طبعا الحديث عن بقاءه أو عدم أو رحيله عن القلعة البيضاء وتجديد عقده من عدمه ولزال الأمر إلى حد كبير غامض والجلسة المقررة عقدها بين اللاعب ووالده مع مجلس الإدارة تقترب ويتمسك مجلس الزمالك باستمرار اللاعب لإكمال ما حققه من ألقاب وإنجازات مع الفريق في الوقت الذي أبدى فيه اللاعب رغبة في الاستمرار بالقلعة البيضاء وأصبح ملف تجديد زيزو للزمالك في يد حسين لبيب شخصيا رئيس النادي حيث أن المجلس وفق على أن يكون لبيب هو المسؤول عن إنهاء هذا الملف في الأيام المقبلة والاتفاق مع اللاعب وتجديد عقده مع الفريق طبعا كانت كشف التقارير الصحفية السعودية اهتمام نادي الأخدود بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك كلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير وكشفت مصادر لصحيفة اليوم أن الأخدود يريد شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو مع الزمالك لهم ست شهور حيث يرغب النادي في الإطاحة بأحد لعبيه الأجانب في الشتاء المقبل مقابل انضمام أحمد سيد زيزو دي كانت أهم أخبار من داخل القلع الحمراء ومن داخل القلع البيضاء لسه مستمرين مع حضراتكم تغطيات رياضية مختلفة على مدار اليوم في تلفزيون اليوم السابع خليكم معنا اشتركوا في القناة